ده ده مسجد الأهل بالمصلين كان عبارة عن مسجد صغير كده في مكان جنب المبنى الاجتماعي اللي هو جنب الكلاب هاوس وتم تطوير وعمل إصلاحات فيه أكتر من مرة يعني جه في جلسة 6 إبرير 1949 عرض حضرة المحترم الأستاذ محمد محمد مذكور بك أنه سعى لدى وزارة الأوقاف فمنحت النادي مبلغ 49 جنيه و695 مليم للمعاونة على عمل منبر وإصلاح مصلى النادي وقدم عزته إيصال من بنك مصر دال على إداع المبلغ باسم عزته أمانة بالبنك لهذا الشأن فتكرر كتابة خطاب شكر لوزارة الأوقاف وجه في جلسة 22 ديسمبر 1950 وافق المجلس على طلب صاحب العزة فؤاد صادق بك تعديل وإصلاح وتوسيع مصلى النادي على أن يقوم عزته بعرض الرسوم الهندسية الخاصة بهذا التعديل على مجلس الإدارة وزي ما احنا عارفين فؤاد صادق كان زوج الأميرة فيقة أخت الملك فاروق وكانت من عشاء النادي الأهلي ومن كبار عضواته ورغم توسعة المسجد أكتر من مرة إلى أن زيادة عدد الأعضاء كان أكبر من طاقة المسجد فقررت الأميرة فيقة التبرع ببناء مسجد جديد للنادي وتقرر أنه يكون بجوار بوابة النادي الأهلي اللي هو المسجد اللي موجود حاليا عند البابل لجنب مستشفى المعلمين وفي الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 30 نوفمبر 1951 تحدث أحمد عبود باشا رئيس النادي وقدم الشكر للأميرة فيقة لتبرعها ببناء المسجد ليتيح لأبناء النادي أن يجمعوا بين رياضة النفس ورياضة الجسم في الوقت ده